من العنوين إلى التفاصيل أهلا ومرحبا بكم من جديد أقد مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس اجتماعا افتراضيا برئاسة رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي وبحضور نوابه بينما غاب بعذر النائب فرج البحسني وكرس الاجتماع بحضور رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك لمناقشة الاعتداءات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية والإجراءات المتخدة لتحييدها والحد من تداعيتها الكارثية خصوصا على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية ونقش المجلس مصفص السياسات الإجرائية الحكومية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم واحد لعام 2022 الخاص بتصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية وما يترتب عليها من إجراءات على كافة المسارات الاقتصادية والسياسية والأمنية في إطار القواعد القانونية ذات الصلة واستمع مجلس القيادة الرئاسي من رئيس الوزراء إلى تقرير حول الهجمات الأخيرة التي سهدفت ميناء الضب النفطي بمحافظة حضر موت والآثار المترتبة عليها كما استمع من وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري إلى مستوى الجاهزية الدفاعية لردع تلك الهجمات التخريبية قرى المجلس بهذا الخصوص عددا من القرارات الحازمة أجه الحكومة بخطة تنفيذية مزمنة على مختلف المستويات ودع المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته إزاء هذا التهديد الحوثي لإرهابي الخطير ودعمها في جريمة حرب تستلزم العقاب الحازم بتصنيفها جماعة إرهابية دولية أكد مجلس القيادة الرئاسي التزامه والحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لردع هذه التهديدات أشهد المجلس في هذا السياق بمواقف المملكة العربية السعودية والدولة الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات الماضية وصولا إلى تعزيز حساب البنك المركزي كما أشهد المجلس بجهود المملكة المتحدة والولايات المتحدة التي أفضت إلى تعزيز البنك المركزي بمبلغ 300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي ما سيساهم في استقرار العملة الوطنية والحد من تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية هذا وسيواصل المجلس اجتماعاته لاتخاذ القرارات المدرجة في جدول أعماله